يسعى ذاوقاتكم واهلا وسهلا فيكم انا امونذر واليوم رح نعمل مع بعض اكلة من البيتنجان كتير مميزة انا بكتب المقادير تحت الفيديو كمان بحكي اياه انا عمشتغل عندي هون كليين من البيتنجان يفضل يكون هذا البيتنجان بيكون الحبة طويلة واذا مو متوفر مو مشكلة يعني ممكن كمان نعمله بالبيتنجان العادي رحين بالبداية الجزء هذا اللي بيكون عند الراس وبعدين بدي اشره الم واحد بس يعني بس هيك بقيم هذا الجزء بس ما بأشرك الا للبيتنجاني هيك بيكفي وبدي اطعو عطولو يعني بدي تكون القطعة ما هي سميكة كتير ولا هي رقيقة هلا بارجيكون السماكة يعني حتى ما تنشف معنا كتير وقدنا نقليه لانه هلا بنا نقليه لازم تكون السماكة وسط بقطعوهم كلهم عطول هيك بهالشكل هادا و هلا بزيت عنها دي اقليهم يعني بكون الزيت حامي متل ما منقليه لبيتنجان بشكل عادي يعني مستنى عليهم كمان لا ياخدوا لون يعني ما كتير كمان نحمرون حتى ما ينشفوا وصير عندي ناشفة وقاسية بقالليهم هيك لا ياخدوا لون بسيط وبقيمون خلص هلا هيك كافي يعني مجاهزة عندي هون كيلو هادا صدر الدجاج وفيكن تستخدموا الدجاج كامل بس انا فارمته ناعم ولانه صدر بس حطيت له شوي من اللية يعني ازا بتكون تستخدموا الفروجة كاملة ما في داعي تحطو لي حطيت له معلقة صغيرة سبع بهارات ومعلقة ونص من الملح ومعلقة صغيرة من الكذبرة وعندي هون هاي دبس الفلفلة بس انا بفرزها بحطة بالفريزر يعني شوي كانت بعدها لساتا متماسكة حطوا معلقة تقريبا وهاي التوم مهروس راح ضيف كمان هون عندي بصلة صغيرة انا بشرتها وعصرتها يعني حتى ما تفك معنا الكفتة تبع الدجاج عصرت البصلة حتى يطلع المي كله منها هاي شايفين كيفوني انا هاي المي اللي طلعت منها تركتها بس هي بدي استخدمها بعد شوي له هيك تركتها وخليت شوي من البصلة كمان بدي حط فوق شوي صغيرة من البقدونس وبعجونهم كلهم مع بعضهم لاياخدوا يعني قوام واحد بيصيروا هيك متماسكين الدبس الفلفلة الفلفلة فيكن تتغنوا عنو او تعودوا تحطوا مثلا فلفلة بودرة يعني فلفلة حمرة بودرة بعجونهم هيك من بعد ما عجنتهم صاروا عندي بها الشكل هذا راح شكلهم على شكل اصابع صغيرة على عرض البيتنجانة يعني بها الشكل وهلا بدي حطيت شوي صغيرة زيت بالمقلعة وبدي قليون انا بدي ياخدوا يعني يلموا على بعضهم شوي حتى ما يفكوا معنا وقت بدنا نحطهم بالبيتنجان بدي ياخدوا شوي بقليون هيك لحتى ياخدوا لون خفيف يعني مو شرط انهم نقليون كتير وممكن كمان يعني ازا ما تكونوا تطولوا عندكم مسلا بالطبخة ممكن يعني ما تحمرون كتير تخلون هيك او تحمرون زيادة على حسب ما بتكون انتو انا شافين كيف يعني اخدوا هيك لون بسيط شافين كيف هيك كفاية يعني هلا بقليهم كلهم وبخلصهم بالصانية اللي بدي تدخلها على الفرن اه حطيت هاي الباقي من البصلة هي والمي اللي الى الى يعني وبدي وزعهم هيك بارض الصانية مدهم هيك يعني هي بصلة ازا ما كان يعني يعني صفيانة من البصلة شوي ممكن تحطوا بصلة تانية تعملوا جوانح وتحطوها بارض الصينية رح نلف هلا البيتنجان بالكفتة اللي عملناها سوا باخد اطعا وبحطوه بلفة عادي يعني متل ما بلف ورق العنب هيك بهالشكل هذا واضح بالفيديو كيف وبخلي الجزء المفتوح لتحت بعملهم كلهم بهالطريقة هاي الطبقة كتير كتير سهل وبسيط وبيفتح العين يعني بالعزاين بتلاقو هيك منظره حلو وطعمته كتير مميزة وطيبة بعمل الكل هلا هيك وحطهم على كامل الصينية من بعد ما لفيتهم كلهم وجهستهم هلا بدي حط قصص اللي بدي حطوا عليه هي دبس البندورة بديكون بحطيت هون تقريبا شي كاستين من الماي بدي ضيف عليهم معلقة من دبس البندورة او اكتر ممكن تحطو يعني حسب نوعية دبس البندورة عندكن وراحات كمال من نفس السبع بهارات اللي استخدمتها معلقة صغيرة ومعلقة ملح وبخلطون هيك كلهم مع بعضون طبعا انا ما حضيف زيت للاكلة انا البيتنجام بيكون فيه نسبة زيت يعني انا حتى ما حطته على ورق يعني المطبخ حتى يتضل في شوية نسبة زيت راح حطون هلا هيك بعد ما خلطهم بدي تدخله على الفرن على درجة حرارة 180 بشعل عليها من تحت ومن فوق سوا يعني حسب الفرن عندكن ممكن تضل يعني تقريبا شيء عشرين دقيقة او نص ساعة اا وممكن ازا مسلا لقيتو المي قلت شوي ممكن زيدوها يعني حسب ما بتلاقوا انتو اا بتفتحوا علي بتشوفوه كيف صار شكلها بالفرن مهي ما بتطول كتير كونو اغلبيتهم مستوي طلعت هلا من الفرن اا راح حط عليها شوي من البقدونيس بيتقدم حد هذا رز طبعا اكل كتير كتير مميزة وطعم كتير كتير طيب راح ايم واحدة كمان تشوفوه كيف بتكون طبعا الكفتة بتكون طرية ما بتجيناش في خاصة انو انا حاطت له شوي من اللي يعني تقريبا شيء 50 جرام حطت لي للكيلو شايفين هالشكل ما احلى ريحته بتاخد العقل كتير طيب بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتي قناة مطبخنا السوري وقناتي الله نتحلم اشتركوا في القناة